قبل 44 سنة من الآن وفي عام 1979 قامت الجمعية المتحدة بعمل اتفاقية ووقع عليها عدد كبير جدا من الدول من بنودها إلغاء أي قوانين تمنع أو تعاقب الزنا يعني أصبح الزنا مسموح وبشكل صريح أيضا بها بند يمنع تجريم الإجهاض يعني سمحوا بالإجهاض وقتل الأجنة أيضا بها بند يلغي أي اضطهاد أو تمييز ضد المثلية الجنسية يعني أصبح الشذود مسموح بل ويجرمون من لا يقبله أيضا بالاتفاقية جاء بند إلغاء ولاية الرجل على المرأة في الزواج والطلاق وأمور أخرى بل ورفعت الحد الأدنى للزواج ليصبح 18 عام يعني قبل 18 ممنوع الزواج ومسموح الزنا وبنود أخرى كثيرة على رأسيها كانوا عنوان الاتفاقية وهو القضاء على التمييز ضد المرأة بكافة أشكاله عنوان جذاب أخفوا خلفه ما أخبرتك به من بنود وبالفعل وافق الغرب على هذه الاتفاقية وطبقت لديهم وبدأت الجمعية بمطالبة الدول العربية بتطبيق هذه الاتفاقية في مجتمعاتهم وهي مستعدية منا وتقول إلى متى ستستمرون في التمييز ضد المرأة لديكم اتفاقيتنا أساسا عنوانها إلغاء التمييز ضد المرأة بغض نظر عن اتفاقية سيداو التي ذكرنا بعض تفاصيلها الآن الأمر الأهم أن هذه الاتفاقية هي نتاج لما يسمى بالنسوية أو الفيمينزم مفهوم خطير ينتشر الآن في مجتمعاتنا العربية وتعجب به الكثير من الفتيات وتلتحق به بل وتدافع عنه بكل ما أوتيت من قوة ولا تعلم ما يخفيه هذا المفهوم من أمور خطيرة خلف الكواليس ما وراء الكواليس في وطننا العربي تختلف أشكال النسويات فمنهن من تعتنق النسوية لأن أمها في صغرها كانت تعطيها بيضة واحدة وتعطي أخوها بيضتان وهذا تصيح من أكثر النسويات تعصبا في وطننا العربي فريد الشباشي ومنهن من تعتنق النسوية بسبب بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ربطتها ببعض التجارب السيئة مع الرجال ومنهن من أعلنتها بكل صراحة أنها ملحدة علمانية نسوية شابة كنوال السعداوي التي كانت تتفنن في عرض كفرها الصريع على شاشات التلفاز وأخيرا النوع الأكثر انتشارا من تكون غارقة في الأفكار النسوية ولكن ما زالت تمتلك تلك النزعة الدينية فتحاول الجمع بين الاثنتين لتصبح نسوية متأسلمة تحاول تأويل بعض النصوص لتتناسب مع مبادئ وأفكار النسوية بغض النظر عن أي نوع يجب أن نعرف أن النسوية لا تنتصر لمفهوم الأنوثى كما تعتقد الأغلب بل أنها تكره الأنثى تخيلي يقول أحد الأطباء النفسيين أن النسوية تجعل الأنثى في برانوية مستمرة وتحاولها لكائن عدائي لذلك تجد أن المرأة المتأثرة بأفكار النسوية تشعر دائما بشعور التهديد من الرجال وعدم الأمان حتى لو لم تتعرض لأي أذى منهم في حياتها هذا الشعور بسبب كثرة التحذيرات السلبية التي تتلقاها عن الرجال فتجعلها هشة نفسيا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب إحصائية صادمة جدا في أمريكا لاحظوا أن في 32 سنة الماضية يعني من عام 1990 إلى عامنا الحالي لاحظوا انخفاض في معدل السعادة لدى النساء مقارنة بالرجال مع أن هذه الفترة تعتبر الفترة الذهبية للمرأة الأمريكية التي حصلت على كل ما تتمنى من انتيازات ضمن مفهوم النسوية إلا أن الأمر لم يزدهم إلا بؤسا وحزنا وهذا الكلام أكدته جريدة ذاكاريان البريطانية بل واعترفت به النسويات أنفسهن في مقارن نشرته إحدى الناشطات النسويات في مجلة ديليميل البريطانية تقول بعنوان الجانب المظلم للنسوية تقول لطالما خدعت نفسي ومن حولي طيلة هذه السنين وأقنعتهم أن كل شيء رائع ومثالي في حياتي ولكن الواقع عكس ذلك تماما لطالما كنت أعاني من نوبات قلق وذعر بسبب مطالب تحرر المرأة الذي كنت من أشد المدافعين عنها لسنوات وهذا الأمر جعلني متهالكة تماما ولا أشعر بقيمتي كأنثى هذا الكلام وما شعرت به أكدته أيضا ليندا كيلسي رئيس التحرير واحد من أكبر المجلات في الولايات المتحدة ومن داعمين نسوية قالت إذا كانت النسوية قد كرمت المرأة فعلا فلماذا كل هذا الضغط الذي أشعر به وأعيشه كل يوم فما أراك وليس هذه النقطة أنه بزيادة قوة ونشاط الجمعيات النسوية ينخفض معها معدل السعادة عند النساء أو الأنثى بمعنى آخر النسوية تكره الأنثى ولا تسعى لإسعادها ولا لتكريمها وهذا بجهادة النسويات أنفسهن عندما بدأت النسوية كانت تطالب بإعطاء المرأة حقوقها الطبيعية فقط كالحق في التعليم والانتخاب وحضانة الأطفال ثم بعد ذلك أصبحت تنادي بالمساواة التامة بينها وبين الرجل ثم بعد ذلك أعلنت الحرب على الرجل نفسه فمنطقيا إذا كان الرجل عدو المرأة فمن تكون صديقتها إذن؟ نعم المرأة تقول إحدى أشهر دعاة النسوية إذا كانت الفيمينزم هي النظرية فالسحاق هو التطبيق لذلك لو بحث وراء رؤساء ومؤسسي وقدوات الحركات النسوية ستجد أن الأغلب لديهم انتماءات شاذة ولو افترطنا العكس أنها ليست شاذة فبرأيك ما بديل الزواج للنسويات؟ نعم العلاقة بين قوسين الزنا وإذا تتذكر الاتفاقية تعرف لماذا وضعوا بند السماح بالزنا وعدم تجريمه تذكر ثم فكر معي ما نتيجة العلاقات العابرة؟ ابن غير شرعي ثم ماذا بعد ذلك؟ إجهاضه فتجد البند التالي في الاتفاقية مباشرة مسموح الإجهاض ولا يعتبر جريمة البلود مترابطة مع بعضها الأمر الذي سيصدمك أنه مع انتشار حركة النسوية ارتفع معدل الإجهاض بشكل مفاجئ قبل عامين فقط كان عدد حالات الإجهاض في الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها 19 مليون حالة اليوم أصبح 24 مليون حالة إجهاض لدرجة أن أمريكا أصبحت تبحث عن حلول لتتراجع عن بند تجريم الإجهاض تريد أن تجعله جرم مجددا تخيل في عامين فقط 24 مليون طفل قتل والله هذا التحليل لوحده أوجع قلبي ماذا بهؤلاء الأطفال؟ ما وراك وليس هذه النقطة؟ أن النسوية سببا في قتل الأطفال قبل أن تدافع عن مفهوم النسوية هذه أخت اسمها ميليهان أسلمت بعد رحلة شاقة جدا تخيل أن أباها من عبدة الشيطان وأمها تعمل في شركة للدعار والإباحية وخالها نصران متعصر وجدها يعمل في الجيش الأمريكي وأم صديقها القديم تعمل في السحر الأسود بعد أن أسلمت ولها قصة مؤثرة جدا تعرضت خلالها لتهديتات كثيرة نسأل الله عز وجل أن يثبتها سألوها ما نصيحته كل النساء تخيل أنه كان بإمكانها أن تنصعهم عن عبادة الشيطان أو عن الإباحية إلى آخره ولكنها تركت كل تلك الظلمات وأول نداء لها كان تحذير المسلمات من خطر النسويات في جميع الأسر طبيعي أن تحدث مشاكل بين الزوجين المشاكل منح الحياة كما يقال وفي الأغلب تحل هذه المشكلة بينهم بشكل أو بآخر بما أن علاقتهم مبنية على المودة والرحمة ولكن في مفهوم النسوية لا تنتهي المشكلة بالمودة والرحمة لأن النسوية قائمة على الندية ضد الذكر وتحقير كل شيء ذكوري أيا كان فلا شيء في مفهوم النسوية يسمى مثلا طاعة الزوج والرجال من طباعهم حب التحكم والسيطرة فالرجل لا يسكن اطلاقا مع امرأة مسترجلة تشعره أن هناك رجلان في المنزل تعامله بندية فيكون نهاية الخلاف بينهما ليس المودة والرحمة بل الطلاق وهنا نستطيع أن نفسر سبب زيادة معدلات الطلاق في الوطن العربي في السنوات الأخيرة مع انتشار حركة النسوية أو الفيميليزم ويا ليت النسوية تتوقف عند الطلاق بل أفكارهم تعمل على تحطيم الرجل حتى بعد الطلاق فترفع له قضايا كثير في المحاكم مثل عنف أو اغتصاب زوجي إلى آخره وتأخذ منه نفقات لدرجة أن بعض الذكور في مصر أقاموا جمعية لنصرة حقوق الذكور بسبب زيادة أعداد المعنفين من الذكور من زوجاتهم ما ورأى كوليس هذه النقطة أن النسوية لا تكتفي بأخذ حقوقها بل تتعدى على حقوق الآخرين حتى الأطفال لم يسلموا منهم تقول إحدى المعلمات في إحدى الحضانات في السويد أنه لا يجوز منادات الأطفال الذكور بضمير المذكر ولا يجوز منادات الأطفال الإناث بضمير المؤنث حتى لا يحدث تمييز بينهم تخيل وهذا أمر وضعته الحكومة نفسها بناء على طلب النسويات تخيل حجتهم في ذلك ماذا تقول إحدى النسويات المرأة لا تولد إمرأة وإنما تصبح إمرأة يعني لا يجب أن ننادي الطفل المذكر بضمير مذكر حتى يبلغ وحين هو يختار أن يكون ذكر أو أنثى شاذ أو غير شاذ بمعنى آخر وهذا هو مفهوم نظرية الجندر أو الهوية الثقافية وهنا نذكر البند التالي في الاتفاقية السماح بالشذوذ وعدم تجريمه الأمر كله مرتبط ببعضه يا صديقي فتجدهم في الحضانات يجعلون الأطفال الذكور يلعبون بالعرائس ويجعلون الأطفال الإناث يلعبون بالشاحنات في دعوة لمخالفة فطرتهم وليس ذلك فقط وليقول أحد المعلمين أنه لو جاء إلى المدرسة في يوم طفل وقال أنه قطة فيجب على المعلمين أن يوافقوا في ذلك ولا يعترضوا عليه حتى الأموات لم يسلموا منهم تخيل أنهم من فترة قريبة جدا قامت جماعة من النسويات بعمل مظاهرة تطالب الإعلام بعدم التحدث بصيغة مذكرة أو المؤنث عن الأموات لأن في ذلك تعدي على حقوقهم في اختيار نوعهم ما وراء كوليس هذه النقطة أن النسوية سببا في التلاعب بفطرة الأطفال وانتشار الشذوذ الإسلام لم يسلم من النسويات تخيل أن إحدى النسويات المتأسلمات اعترضت مرة وقالت لماذا دائما الإمام في المسجد ذكر؟ لماذا لا يكون أنثى؟ وبالفعل قامت هذه السيدة بتأسيس أول مسجد للشواذ في ألمانيا وجعلت الإمام والمؤذن امرأة ويصلي الشواذ خلفها ذكورا وإناثا جنبا إلى جنب وهذا ما نشرته صحيفة ذا اندبيند منذ شهر واحد فقط حتى أنهم التقطوا صورة لهم أمام المسجد ويحملون علم المثلية ويكتبون حلال ما وراك وليس هذه النقطة أن النسوية لا دين لها ورغم كل ما ذكرنا ستجد الآن من يقول لك لا تصدقي هذا الكلام فهو غير حقيقي فمبادئ النسوية الصحيحة لا تتعارض مع مبادئ الإسلام فأنت تستطيع أن تكوني مسلمة نسوية ناجحة ألم تسمعي عن إلهان عمر عضو الكونغرس الأمريكي أو توكل كرمان الحصل على جائزة نوبل في السلام كلاهما مسلمتان عربيتان مدافعتان عن حقوق المرأة ونسويتان إلهان عمر خرجت في المظاهرات الأخيرة تنادي بحق المرأة في الإجهاض وقتل الأطفال وقبلها كانت تدعو المسلمين إلى تقبل حقوق الشوال وتوكل كرمان كانت تدعو المرأة التي دخلت في الإسلام حديثا أن لا تترك زوجها الغير مسلم فلذلك أخذيها قاعدة أي شخص يحاول دمج أفكار النسوية في الإسلام فهو يجعل الإسلام لا يوافق مراد الله عز وجل بل يوافق النسوية لأنه عمليا يستحيل أن تجمع بين الإسلام وأفكار لا دين لها أخيرا أختي أرجوك كوني أنثى أنثوية مسلمة متمثلة لأمر الله سبحانه وتعالى لا لأمر البشر وإذا شعرت بالظلم من الذكر وليس الرجل في يوم من الأيام طالبيه بأن يصبح رجلا لا أن تصبح أنت رجلا افتخري بنفسك وبكيناتك وبطبيعتك كأنثى ودعي عنك أحلام الاستقلالية الزائفة التي خلفها كل الكواليس التي أخبرتك إياها ودمتم في أمل الله